مساء الخير نفذت الأياد الأمريكية غارة على ثلاث عشرة دولة في مجلس الأمن مستخدمة أسلحة الفيتو المحرمة دولياً والباعثة على إضرام النيران في النار الإسرائيلية المرتفعة فوق غزة وفي تبرير للجريمة أعلن البيت الأبيض أن الوقت ليس مناسباً لوقف إطلاق النار ولن ندعم مشروعاً كهذا لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر وصوتا ثلاثة عشر عضواً في المجلس لصالح القرار وامتنعت دولة واحدة فقط عن التأييد هي بريطانيا فيما طرحت أمريكا مشروعاً يدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن ويعارض أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح وفي هذا المشروع لغمان اثنان الأول عن وقف إطلاق النار المؤقت والذي يمنح إسرائيل حق الإبادة بعد إتمام صفقة الأسرة أما الثاني فيدعو إسرائيل إلى عدم شن هجوم كبير على رفح إذ تفضله أمريكا صغيراً وعلى مراحل أي القتل المتدرج لمليون وثلاثمائة ألف نازح فلسطيني يلجأون إلى مخيمات بلاستيكية في رفح هي الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة والتي تخطط فيها واشنطن دول مجلس الأمن بسلاح حق النقد العابر للصواريخ والقارات والفيتو المسيل للدموع والدماء أما على الجبهة الجنوبية من هذه الحرب فإنها جاءت مسيلة للزيت والحديد ومصانع الرخام تحت حجة أنها مستودعات لحزب الله في الغزية وتكذيباً للرواية الإسرائيلية نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدة والجنوب جولة للإعلاميين وعاينت الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف منشآت صناعية واقتصادية وإنتاجية في بلدة الغازية وأكد رئيس البلدية أن ما قاله جيش الاحتلال عن استهداف مخازن أسلحة هو محض الدعاءات الهدف منها هو القضاء على الاقتصاد اللبناني وكشف أن هناك دماراً كلياً في حوالي ثلاث شركات صناعية بمنطقة الغازية وتسعى إسرائيل من خلال تنقل النيران إلى توسيع دائرة الاشتباك لإسقاط قواعد الاشتباك واستدراج حزب الله إلى معركة هدفها إنقاذ بن يمين نتنياهو غير أن النيران وإن وزعت أهدافها في أكثر من منطقة لكنها تظل محكومة بمظلة دولية إقليمية وبمعادلات تضبط الإيقاعة وتمنع اتساع الدائرة نحو الحرب الشاملة وفي فيئ هذه المظلة فتحت اليوم المناطيد الخماسية في قصر الصنوبر وثبت السفراء الخمسة قواعد الاشتباك فيما بينهم أولاً بحيث أجروا عملية تشاور داخلي لتصفية القلوب قبل أن يطلقوا استراتيجية مستحدثة تواكب مرحلة ما بعد السابع من تشرين ساعة ونصف الساعة من الحوار انتهت إلى إطلاق عجلة ترسيم الحدود على نقطة بعضة وفصل المسارات الساخنة عن المسار الرئاسي والتحضير لأرضية تشاور تسبق عودة المفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت والتي لم يحدد تاريخ معين لها بعد ومع انطلاق هذه الدينامية أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التعبئة العامة ضد ما أسماه التسلط على موقع رئاسة الجمهورية وقال أنه سيرفض ضرب الشراكة الوطنية حيث أنه من دون هذه الشراكة لن يبقى لبنان وهدد باسيل بأنه لن يسكت وليتعود ونحن مستعدين نعمل كل شيء سياسيا ونيابيا وقضائيا وشعبيا ونظاميا وكل شيء وقال الله يستر لوين منوصل وبهذه السقوف العالية فإن جبران باسيل استدعم جاليسه الحربية وأطلق النفير على حكومة تصريف الأعمال ليصيب في الطريق مساعي الخماسية ويوقع أضرارا في الممتلكات الرئاسية اشتركوا في القناة